إذن الآن بعدما رأينا الجامع والدار والطاح نقوم بقسمة القسمة هي العددين كثريين هنا عندي A تسوي الخمسة لأبعة مقصومة على إتن على ثلاثة ما هي الطائقة؟ هذه ما نكبدأ الطائقة هي الأولى لدينا أحد عدد كثري A على B مقصوم على C على D لدينا جميلة أبعة مقصومة على أبل حيث تتحول على الطائقة هذه الجامعة تساوي هذا تساوي حسب A على B مضوع تحول على الطائق ولكن فجد يجب المعبين يتقلبون ويبقون العديد على C مضوعت في D على C سهلة وهنا الضغط ونحن نعرف أنه كما نخرجه ونرى الفيديو ونرى أسفل الفيديو الذي يريد أن يشاهده من قبل ونرى أسفل الفيديو هذه الأشياء نطبقه هنا خمسة على أبعة مقصومة على اثنين على ثلاثة ماذا تساوي؟ هذه كما نحاول نطب هي خمسة على أبعة في إذا كانت مقصومة والتي فيه شنوشات التقلل ثلاثة على البصد وإثنان في المقام ثلاثة على إثنان تساوي الضغط ونعرفه السهل البصد في البصد والمقام في المقام خمسة في ثلاثة على أبعة في إثنان اللي كانت تساوي خمسة عشر على ثبانية تساوي خمسة عشر على أبعة في المقام تساوي خمسة عشر على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة هل مقصوم هالي؟ هل هي هالي؟ بحل 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 أن أقول مثلاً أنا كتب مثلاً أربعة على إثنان بحل هكذا واحدة أقول كتبها بحل هكذا أربعة مقصومة على إثنان هذا هو ما تساوي بحل بحل إذن 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 هذي اشتو كتساوي؟ هذا الكطر هذا اللي كتساوي هذا عن حول الضرب إذن تساوي ستة على سبعة في ولا كم شرط في هذة ثلاثة على إثنان عجب اللي هي إثنان على ثلاثة شوفوا المقام كان في إثنان شوفوا إلا في البصد وهنا البصد في الثلاثة ولا في المقام وهنا كتساوي إذن طيقة دي الضرب اللي هي البصد في البصد والمقام في المقام إذن تساوي ستة في إثنان هلا سبعة في ثلاثة تساوي دايماً من يكون عندي هنا أشي عادة وهنا القاسم دياله أو هنا عادة مضاعف دياله فكنا حاول أن نفرقهم ولكن كي نقدر نعرق لا بد الضغط يكون حافظ والضرب إلا مكشي حافظ والضرب ما عادة استحن الباليب لأن ستة تساوي ثلاثة في إثنان إذن تساوي هالستة هي ثلاثة في إثنان نكتبها دياله في إثنان وهنا على سبعة في ثلاثة كنتمشي دياله ثلاثة مع ثلاثة وكنتمشي دياله هنا في البصد القطلية إثنان في إثنان هي أربعة على سبعة دبان شوفوا هذه السي السيك تساوي إثنان إلى ثلاثة إلى أربعة ما هو الفاق بين هذه وهذه الفاق الذي كينا هنا الكوصر عندنا ثلاثة واحد جوج ثلاثة هنا عندنا واحد جوج وبالتالي هذه الطريقة هنا وحال فيها علش ما نخص نستعمل وش اثنان على ثلاثة وعندنا نحول هذه أو العكس يعني هذه الكسرار نزيدوا من كسبة هنا على واحد. ولكن هذا واحد لا تكون عاقق سنزيدوا. وش هرب على واحد ولا اثنين على واحد. إذن شوفوا الطائقة شناية. كان شؤالة تستوي فينا عندي. لماذا نحدد؟ شكون الكسر رئيسي؟ لهذا القسمة هذي شكونا هي؟ هذي شكونا هذي فيه جز؟ موجز في هذا ولا في هذا؟ تلع معي مزيلا. إنه إذا كنت في هذا عاد تكون عندي بحل اثنان مقصومة على ثلاثة على أربعة. هذه القسمة هي هذية. وإذا كنت في القسمة هذا عاد تكون هي اثنان على ثلاثة مقصومة على أربعة. وهذه ومجي هي هذي. إذا شوفوا هالقسمة هذي فيه كينة. كينة حذاء فين كينة تساوي؟ يعني هذي كنت تكون في الكسر رئيسي. والكسر رئيسي هو اللي دي حذاء تساوي. إنه تساوي كينة هنا يا. هالقسمة هذي كينة هنا. وبالتالي. هذي شنو كتساوي؟ هي اثنان مقصومة على ثلاثة على أربعة. هذي شنو كتساوي كينة حذاء تساوي اثنان على واحد. حذاء اثنان على واحد. هذي فيه اثنان على واحد. فإن هذي هذه المقصوم قلت لي فيه بشارط. تقلت لي حذاء اثنان على تلاثة. وبالتالي تساوي اثنان على أربعة على واحد فيه ثلاثة. اللي كتساوي هي ثمانية على ثلاثة إذن اللي تستفزوه من هذا السي هو أنه هذا بقصوم كتكون في القصة اللي إحداه تساوي مزيلا؟ والعادة اللي ما عنده شيء ما قال كن كل ينذيولوه بحق ذا كتب على وعد عندما كانت هذه الفهمة هذه الفهمة ومتاب واضحين واللي ما فهنش كان عاودي ما فهنش عاودي ما فهنش ماذا هذه؟ هذه تساوي إذن تم دمع عافين ثلاثة على خمسة على سبعة يعني هذه بحال هذه ولكن لحظة معايا هنا تساوي كنا في الكاتر الفوقاني هنا تساوي في كنا في الكاتر تحتاني ألا شو أنكتل اللي نفكينا مقصوم وش هي هذه ولا هذه تساوي كنا هنا ألا تساوي ثلاثة على خمسة هذا هو المقصوم مقصوم على سبعة تساوي ثلاثة على خمسة مقصوم على سبعة على واحد هذا السبعة على واحد تساوي إذا قلنا هذا المقصوم عندي حقر جعاب في ثلاثة على خمسة في ولكن بشر كي يتقلل هتقولي واحد على سبعة تساوي ثلاثة في واحد كما قلنا الدار الباصط في الباصط والبقام في المقام ثلاثة في واحد على خمسة في سبعة اللي كتساوي ثلاثة على خمسة وثلاثون أخواني التداميذ أخفتكم هنا هذا التداميذ لدينا أعداد هذو ما كنا نبدأ بهم حتى من قبل لا نعقوش اللي كحسن لي خمسة لا أبعة لا كونه في خمسة إكس زائد سا إجريك على إثنى عشرة إكس بحال هكذا يعني أنت تكون عارف طريقة حتى تكون نفس طريقة حتى تكون نفس طريقة حتى تكون نفس طريقة نشوفوا أ أ اللي عادي شبحت بلو صعيدة وهي يعني بسهولة ثلاثة على إثنان زائد خمسة على إثنان على عفل على خمسة من نفس طريقة إذن شنوك تساوي هذ ثلاثة على إثنان زائد خمسة على إثنان قد نحسبوها ياك إذن هذا هو هذا ما تشترك في الجامعة؟ هذا الفيديو كان أسفل الفيديو للجامعة هناك مقام واحد إذن هذا ما تساوي ما هي مقام واحد هو إثنان ثلاثة زائد خمسة ثلاثة زائد خمسة هذا ما هي هذه؟ ما نرى في الفيديو الأخوة؟ إذا كان مقام واحد في الجامعة تحسبها مقام واحد هناك مقام واحد الآخر و هناك مقام واحد وهنا عشرة على خمسة بكى أن تساوي مقام واحد كذلك ثلاثة على إثنان خمسة هي ثمانية على إثنان على عشرة على خمسة إذن هذا ما كنت في هذه و الذي في البا طبقته لدي مشكلة إذن نطبق نفس الطريقة تساوي ثمانية على اثنان هاد الكفر مقصوم كيو اللي في بشار كنقلر هال البف مع المقام إذن في خمسة على عشرة وليس عشرة على خمسة تساوي ثمانية في خمسة على اثنان في عشرة وفي حقوق اللي يكون دائما إذا كنشفش عدد هنا وهنا عندهم نفس القاسم مشترك فكان فرقهم نكتب هنا يا إذا كان فكركم هالتمانية هي أربعة في اثنان في خمسة إذا قلنا هاليا هي تمانية هي تمانية في خمسة على اثنان في هدع عشرة على نكتبها هي خمسة في اثنان إذن هذه هي عشرة تساوي لماذا تكسر؟ لأن هذه اثنان كتبت مع اثنان هذه خمسة عدد مع خمسة لاحظوا معي هذه خمسة عدد مع خمسة واثنان عدد مع اثنان ماذا تكون هناك فوق؟ لأنها أربعة أعلى ماذا تكون هناك؟ اثنان يعني كم إمكاننا هذا أربعة حتى كنا نفكوها إذا هدد تساوي كان اثنان اثنان هذا عدد كامل ماذا يفعل؟ يفعل اثنان اثنان كما تكون هناك تسافل سبعايا في هذا الاكسرسيس إذا بدأوا بزن الجمع والطاب والقصبة يجب أن تقول الجمع بحل ناقص اثنان اشتركوا هم في أسفل الفيديو ووزيدوا الضرب عليهم بزيان باش ندوزوا الحماج الخير السلام عليكم